هذا طالبنا به كاتحاد وقلنا القمر انتعى العقار بصفة عامة هو يكون في مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لما يكون هذا الديوان تحت الويساية طبعا تعوي زارة الفلاحة هم على ديراية بأهم القضايا والمشاكل وانشغالات الفلاحين فيما يخص العقار قضية العقار بكل صراحة قضية يعني عندها اشكال كبير وعندها انشغالات كبيرة فيهم الناس اللي يغادروا فيهم اللي ماتوا فيهم اللي يكريوا فيهم اللي يباعوا ولذا طلبنا بغاية تكون اعادة تصفية العقار الفلاحي بصفة نهائية ودائمة حتى الفلاحين يستقروا ويخدموا ويواصلوا في النشاط تاهم